اه في واحدة عندها مشكلة انها بعد ما خست او في كزا واحدة عندها مشكلة بعد ما خست عندها ترهولات في جسمها طيب احنا في هي وبس بنعرف دايما فيديوهات قصيرة جدا موضيتها وسيارة جدا من 4 ل 5 دقايق ساعات 3 دقايق لكل منطقة في جسمك تقداري تشتغل هيها عليها في البيت بعد الخساسين مش عايزين نلعب رياضة وزهانين جدا وعايزين لكم انا من الاشخاص اللي ما بتحبش الرياضة مش مش هتلاقوا بقى بروح الجيم وبتمرن وعندي لا ما بعملش كده بس بقى حاجة تعنيه برقص فبالتالي الرأس اولا بيساحق جدا انه الطاقة السلبية اللي جوه الجسم بتطلع بتحسي كده ان انتي فراشر ان امرأة واحد امرأة اتنين الرأس خاصة ان الرأس البلدي بيشد الجسم ويعمله شايبينج يعني يخلي عندك وسط ويخلي عندك يعني وسط كده وده طالع كده والدنيا من هنا مجدودة فده بالنسبة للجسم اما بالنسبة للأيدين انه انا كان عندي بعد ما انا خستيت كان عندي مشكلة بس وحيدة هي مشكلة الدريعة رحت جربت المش عارف ايه اللي هم بيعملوه ده ومش عارفة عملت ايه وكذا شوية وبيرجع تاني فالانا قررت ان انا هعمله ان انا هعمل حاجة اللي احنا هطلو من الناس او الزماني بتوع السوشيال ميديا ان هم ينزلوها النهاردة ده اللي انا عملتها في البيت ده رياضة للدريعات ودي لازم نعملها لان انتي مهما رقصتي صار يعني حضرتك جسمك هو اللي بيتزبط لكن درعاتك بتاخد شوية وقت فاللي بيحصل او اللي انا عملته انه انا جبت ازاستين مية اللي هي المية الصغيرة تمسكيهم في ايدك واللي انتي بتعمليه ان انتي كده وبتبقي شدة نفسك جدا فبتعملي كده كده فوانتي بتعملي ده ضهرك بيشد يعني انتي يو عندك مشاكل في الحتتين دول اللي هي بتطلعين دايما كستات دي بتشد وفي نفس الوقت ده بيعضل زي ما بيقولون بس الكلام ده تعمليه بعد ما تخسي لانه لو حدرتك كنتي في مرحلة الخصصان وعملتي ده فحتلاقي انه ده اتقلب عضل الدهون بتتقلب عضل فحضرتك تخسي وبعد ما تخسي لو عندك مشكلة في دول ازايز المية في البيت وحطلب طبعا من زماني بتوعل سوشيال ميديا ان هم يحطوا الفيديو اشتركوا في القناة